استهدفت الميليشيا الحوثية الانقلابية لموالية لإيران القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية تابعة لمديرية التحيطة جنوب الحديدة وقالت مصادر محلية في الجبلية أن الميليشيا الحوثية قصفت القرى السكنية بقضاء في الار بي جي والحون وفتحت نيران أصلحتها المتوسطة على مزارع المواطنين في المنطقة وضافت المصادر أن القصف والاستهداف الحوثي خلق حالة من الرعب والهلع بين أوساط المواطنين لسهم النساء والأطفال وتسبب بتعطيل حركة المزارعين وتنقلهم وتتواصل الانتهاكات والخروقات الحوثية بحق المدنيين في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة في ظل صمت أممي وتخاذل دولي حيال ذلك